موسيقى تعديلات جذرية يجريها جيش الاسلام في هيكله التنظيمي لاغيا بذلك جميع اسماء الالوية والكتائب ومستبدلها بارقام ليكون بذلك نواة للانطلاق بجيش النظامي يكون الضمان الوحيد لمستقبل السوريين جميعا كما يقول قادته فكان لابد من محطة لرس الصفوف ولتنسيق الالوية والكتائب واعادة الهيكلة من جديد طبعا تم اعتماد اعادة هذه الهيكلة على اسس الجيش النظامي العالمي الذي هو بعيد عن المسميات يعني الغينا المسميات التي كانت عنصرا هاما في التفرقة بين الالوية والكتائب التنظيم الجديد لجيش الاسلامي يعتمد على ضم الكتائب العسكرية ضمن عشرة الوية كبيرة في الغطة الشرقية اضافة للواء في كل محافظة جميعها تعتمد مبدأ الترقيم بعيدا عن المسميات التي قد تخلق التفرقة بين ابناء الشعب السوري قرار يقول جيش الاسلام انه يأتي وفق مصلحة سورية وليس تحقيقا لمطالب خارجية جيش الاسلام هو فصيل من عدة فصائل تمام فجيش الاسلام سعى من بداية الثورة الى توحيد الصفوف فعمل على مشروع الجبهة الاسلامية في الشمال السوري ومن ثم عمل على مشروع القيادة المححدة في الغطة الشرقية ودمشق وريفها بشكل عام جيش الاسلام فصيل واحد من عدة فصائل اذا مجتمعت هذه الفصائل كلها تحت رواء واحد وتحت قيادة واحدة نستطيع باذن الله عز وجل ان نفتح دمشق ونسقط نظام الاسد ونسيطر على كافة مؤسسات الدولة ونديرها بالشكل الممتاز وبالشكل الاداري الذي تعتمده جميع الدول ومع رياح الانتصارات العسكرية القادمة من جنوب سوريا والتي بدأت تأتي بثمارها في المشهد السياسي عبر الحديث عن منطقة حظر جوي في الجنوب يرى مراقبون ان جيش الاسلام ربما سيكون اللاعب الابرز فيها للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة العمل على بناء جيش نظامي يحفظ مؤسسات الدولة في حال سقوط النظام هذا ما يعمل عليه جيش الاسلام من خلال الغاء جميع مسميات الكتائب والالوية التابعة له وتحويلها الى ارقام يمان السيد اوريانت نيوز ريفو دماشق ترجمة نانسي قنقر